هو أنت ما شربتش قهويتك ليه؟ خليه بيلك أصلها مسمومة إيه ليك؟ بزمتك دايق قلب بقى عائلة واحدة ومش عائلة واحدة والكلام الفرغ اللي عملين اللف وندور بيه على بعض من الصبح لو إحنا عائلة واحدة بجد هعطيلك سمي في القهوة ولاش نتكلم بقى ونلف وندور كده خلينا يبقى واقعيين المصالح هي اللي بتتصالح حيما روان؟ وإحنا مصلحتنا واحدة دي آخر الكلام؟ لأ لسه في حاجة نقفل على اللي فيه واللي معاه ورقة قديمة ضد التاني يحرقها وعشان نرجع تاين نحط إيدينا في إيد بعض لازم تفهم حاجة مهمة قوي إن أنا هنا ما كان محر والكلمة الأولى والأخيرة هتكون ليه إيه واي تشرب الجهوة دي؟ عشان فيع هزيم فيها بيت أجعد هنا خلي بالك من ريم يا نادية كيف يعني ريم عايزة تهد الدنيا باللي فيها وتجلب عليها وطيها حكي معجلك اسمع من مفيدة الغلبانة اللي محدش بيسمع لها اللي الدنيا علمتها اللي محدش يتعلمه جولي عاوزة إيه أنت في الأول وفي الآخر بيت عبد السلام بيت الراجل اللي البلد كلها بتحبه وتعمله ألف حساب وليه مكانة في جلب البيت الكبير كان يا مفيدة كان لها ما كانش انت كريمة تبجى عمتك روح يجعودي معاه خليك يجارة في حضنة سدجيني هي الباب اللي هيسد عنك الريح وانت خايفة علي؟ لا أنا خايفة على ولدي مش خايفة على حد أنا هبقى صريحة معاك أنا عيشت طول عمري مرمية في الشارع من بيت لبيت عمري ما حسيت الحنية ولا عمري حد حسسني أن أنا بني أذنة ولا سمعت كلام حلو من حد عشان يجده لما سمعت كلام حلو من حسن روحت له بجلبي وعجلي وروحي كمان أصل عمره محس الحنية لما يحسها يجري وراه قلت الدنيا ضحكتلي وباب الهنة تفتحلي حسن والد البيت الكبير طب طب على مفيدة اجتمع والله يا نادية أنا كنت عوزة بكاستة زي بكية الستات وأكتش عارف إن الهنة مش للي زي وأكتش عارف إن السطر إليه ناسه وأكتش عارف إن البيت الكبير بينجي اللي بيدخلو أنا لما عرفت إن البيت الكبير اتحرك فرحت أيوة فرحت كان نفسي شوفه كوم تراب من ساعة ما ترميب براع زي الكلاب لسا كي بتحبي حسن يا مفيدة لسا جالبك بيحنله أنا عارف وحس بيكي مش أنا كان نفسك تلمروان كان نفسي شوفه سايح في دمه بس كل ما كان عاجلي يروح للسكة دي جالبي يقول لي لا مروان ما هوش عيفش اللي دا سعليك جبريا مش مروان هتصدديني يا نادية عارفة مروان ما خدش طوره منك ليه عشان انت نادية أيوة انت لو كنت واحدة تانية كان دفنك مطرحك مروان لسا شايفك حاجة منه لسا شايفك حدة من قلبه مينفعش يكتحه مروان أحسن واحد في العيلة دي وتظلم كيف ما تظلمتي انتي عاوزة ايدلوك عاوزة جولك اني بيت محرم دي مش هو اللي هيحميكي حطن ونار وريم مش هتسكت لما تحط بتحت رجليها امشي من هنا يا نادية وانت هنح في أمان؟ أنا لو لي أهلي ولا بيت كنت ترميت في حضنه لو لي عشي عالطرع كنت ترميت معاهم وتسندت بيه امشي من هنا يا نادية أنا قلت اللي عندي امسك امسك أنا لو فكرت زيكك ديه يبقى لازمان أخلص من فتحي دلوك فتحي حاجة ومحروس حاجة تانية لا، التنينة سخن من بعض لا يا شمس لا، بجولك ايه؟ ديه ناكر للجميل والتاني زي الجوطة بياكل وينكر أنا كنت هعنس يا شمس عنس؟ ايه الكلام الفارغ ديه؟ تفهم من خشمك؟ ده انت جمر بقدر منورك ديه؟ شمس اسمعي اللي أنا هجوله ديه حطي حاجة في ودنك ما تجدبيش على نفسك ما تحطيش حالك في مكانة مش مكانتك أبداً أنا الكلام الناس خلاني ألف ودور حواليه النفسي كنت عايز أجول إن أنا مع الناستش وإن العرسان لسه بتيجي لحد بابي وأنا اللي بجول لا جبلت بمحروس عشان كنت فاكرة إنه الفرصة الأخيرة لكن لا ديه مش صح لا إحنا صح انت فتحت المحروس باب وهو جفله وأنا فتحت ميت باب الفتحي وهو جفله فتحي تجوزك واشتغل معانا كان واحد من العيلة اللي خلى فتحي يتمرد انت انت يا شمس انت اللي حسستينه جليل يا حبيبتي الراجل يحب يشوف نفسه كبير في عين مرته وساعتها هيشيلها فوق دماغ طب ما هو محروس زي فتحي واطينه من العجينة لا محروس غير كل الناس أقول لك أنا غلطاناً أني بتكلم معك ما تحدي شوية يا عمتي وروجي ما روان لما يجي هيعملك اللي انت عاوزها انت عارفة؟ أنا هموت وأعرف كريمة وجابريا بيعملوا ايه؟ قفلين عليهم الباب من ساعة مجوم ليه؟ أكيد بيخططوا الحاجة خاف على نفسك فوزي خافي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة